النهاردة حبيبي هنعمل مع بعض الزبدة في البيت هنعملها بطريقة سهلة وبسيطة جدا اتمنى حبيبي لطريقتي السهلة البسيطة تنلقي اعجابكم وتمويني كده لنهاية الفيديو عشان تشوفي معي عتعبلي احلى زبدة بطريقة سهلة وبطريقة اقتصادية جدا جدا زي ما انتم شايفين ايه حبيبي دي كده الزبدة اللي انا عملتها وجهزتها لو حابين تكابلوا معي الفيديو عشان تشوفوا معي الطريقة فضلا وليسة امرا حبيبي لو الطريقة عجبتكم ما تنسوش كده اللي انتم تشجعوني وتدعموني باللايك والشير عشان الفيديو دي يوصل للاس كتير اللي هي تشوفوا وتستفاد بلو ودي كده حبيبي الزبدة اللي انا عملتها بطريقة بسيطة جدا وبطريقة اقتصادية جدا جدا اتمنى اللي هي تنلقي اعجابكم وعتنفع اللي انتم تستخدميها في الطبخ وتستخدميها في الحلويات زي ما انتم شايفين احلى زبدة ان شاء الله كده هتعمليها بطريقة اقتصادية جدا يلا بينا حبيبي نتابع مع بعض ونشوف مع بعض اناعمل الزبدة ديت ازاقية يلا بينا نشوف السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا بكم اخوتي وحبيبي في الله مع اصرار الطبخ الاحترافي مع الشيف حنان الوراي يلا بينا حبيبي نبدأ الفيديو بالصلاة على رسول الله على هو يفضل الصلاة والسلام ونشوف عن استخدم ايه معايا هنستخدم رشة ملح ومعلقة معلقة صغيرة كده من عصير اللمون معلقة صغيرة كده من الخل لا اه وحنستخدم كوباية من الزيت اه انا باستخدم زيت يكون نوع كويس ومعايا هنستخدم الزبدة دي دي نص كيلو فانا هستخدم ربع كيلو ومعايا الكوباية اللي على الرخامة نصها اشتر ونصها لبقنة زي ما انتم شايفين يعني الطريقة سهلة جدا وبسيطة انا هاخد نص كمية الزبدة دي اللي انا هعمل بيها طبعا تقدر تستخدمي اي نوع زبدة اي نوع زبدة تقدر تستخدمي فانا هاخد ربع كيلو الربع اللي فاضل التاني فحنشيله بقى ايه بقى استخدمه في وصفة تانية ان شاء الله فتابوني بقى كده هنجيب مقلية عشان نبدأ نسيح ربع كيلو الزبدة ونشوف انا عايزها بس اللي هي تسيح بس على المتجاز وحنشوف مع بعد انامل باقية الخطوات ازاي يبقى دي كده حبايبي اللي بكولات بعاية هي كوباية بالزيت نص الكوباية ديت نص كوباية ديت نص كوباية اشتر وحطة مكبلها باللبا ومعايا ربع كيلو من الزبدة اي نوع زبدة تقدري اللي انت تستخدميه معلقة صغيرة مليانة من الخل ومعلقة صغيرة من عصير اللمو ورشة ملح ما تقطريش الملح عشان لو اتستخدم الزبدة ديت في الحلويات فتقدر متوباش حد اي يعني فتقدري اللي انت اي تستخدميها كده انا حطت الربع كيلو الزبدة على البتجازة زي ما انتو شايفين عشان عايزها بس اللي هي ايه الزبدة تسيح بس معايا يعني انا مش عايزة اللي انا اسخرها جابة ده زي ما انتو عتشوفوا ايه معايا دلوقتي اول بس بها تبدأ اللي الزبدة تسيح معايا اه فحطف البتجاز ونكمل مع بعض بقية البقية الخطوات زي ما انتو شايفين حبيبي يعني اه بطريقة سهلة ان شاء الله كده هتعملي اه هتعملي زبدة بكمية كبيرة يعني الزبدة دي تعمل معاكي اه كيلو او اكتر من كيلو بالزبدة كبال يعني 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 الربع كيلو الزبدة ده هو اتحاوله لكيلو زبدة فاتمنى حبيبي اللي الطريقة النهاردة تنال اعجابكم وتستفادهم كده بالفكرة هي طريقة دي على فكرة طريقة جميلة جدا وانا عندي بعملها على طول وبستخدمها بستخدم الزبدة دي بستخدمها في كل حاجة يعني فقالي بيض بقل بيها بيض ونستخدمها برضو مع الرز مع الطبخات اللي انت برضو بتعبيريها اي طبيق حدك بتعبيريه برضو تقدر تستخدميها بستخدمها برضو في عميل الكيك يعني باخد العيارة يعني الكمية اللي انا عايزها في عميل خليطة في وصفة الكيكا يعني اي مقدار يعني الكيكا مسلا مقدارها مسلا نص كوباية او كوباية كده من الزبدة فباخد الكمية اللي انا عايزها بتوزينيها بالجرام برضو اكنك بتتعاملي مع زبدة شريهة ويعني بتشوفي مقدار الكيكا اللي ات بتعبيريها وبتوزيني كمية الزبدة اللي ات عايزها وبتستخدميها يعني الزبدة دي بتدخلاها في كل حاجة بتنفع في كل حاجة وبتكون طعمها جميل جدا وتحفى بصراحة زي ما انتم شايفين حبيبي الزبدة بدأت اللي هي تسيحة هيت يعني يعني انا مش يعني مش بقدح الزبدة اللي انا اسخنها جامد لا هي بس انا بسيبها لحد ما زبدة تسيح كده وبعد كده بتوفي البتجاز وبخدها بقى كده على الرخامة ونكمل مع بعض بقية الوصفة طبعا القلب بكون مجاهزة اللي انا حصب فيه الزبدة بكون مجاهزة حتى فيه كيس زي ما انتم شايفين وبعد كده هنجيب بقى الشفشق بتاع الخلاط ونبدأ بقى اللي انا نشوف مع بعض عم نحط ايه ونشوف مع بعض الطريقة بس دلوقتي عشان عايزة برضو اللي انا اورركم بعد ما سيحت الزبدة انا حطيتها في الكوباية دلوقتي عشان انا محتاجة كوباية من الزبدة يعني هو الربع كيلو بيعمل كوباية ربع كيلو الزبدة بيعمل لي كوباية زي ما انتم شايفين طبعا الكوبايات تكون بالتساوي يعني كوباية من الزبدة السايحة كوباية من الزيت كوباية تانية نصها قشطة ونصها لبقنة ممكن تستخدمي الكوباية كلها قشطة اللي هي من على من وش اللبقنة زي ما انتم شايفين يبقى كده المكونات جاهزة معايا هيت وده كده الخل معلقة الخل معلقة عصير لمون ورشة ملح وكده المكونات جاهزة اللي انا هستخدمها والقلب مجاهزة وكله تمام كده بقى ايه فاضل اللي انا اضرب الخليط الزبدة ده في الخلاط ونشوف مع بعض بس في حاجة برضو حابة اللي انا اقول لكم عليها اللبن مع لقشطة اللبن مع مع 450 صفحة اللبن يعنع نصف نصف من على وش اللبن نصف من هوش اللبن من ح 힘� وم asp past what we will put it to but. والنص الثاني حليب وممكن تستخدم الكوباية كلها اشتا نضربها كويس كده زي ما انتم شايفين وبتحط لها عصير اللمون والخل وبتضربها ايه كويس وبعد ما نضربها كويس فنبدأ ايه لانا هنزل عليها بكوباية النادراتي بحط الخل وبحط عصير اللمون زي ما انتم شايفين بس ضربت اللبن الاول مع الاشتا الاول يعني ضربتين كده وبعد كده نزلت عليهم بالخل معلات الخل ومعلات عصير اللمون وبعد كده حبيبي بندربها برضو بنضرب المكونات تاني وبعد كده حبدأ بقى لانا انزل عليها بكوبات الزبدة اللي انا سيحتعل بتجازئ دلوقتي معاكم بصوا ده كده شكل الكوبات الاشتا مع الحليب بعد ما ضربتها القوم بتاعها بيتقل يعني فدلوقتي حطيت بقى ايه الزبدة ويفضل كمان الكوبات اللي هو الاشتا مع الحليب بتكون دافية شوية عشان لما تيجي تحطي عليها الخل وعصير اللمون فاللبن يقطع يعني ويتحول معاكي الاشتا القوم تقيل يعني كده هو لما تيجي تضربيها دلوقتي انا انزلت بكوبات الكوبات الزبدة وبضرب كده مع الضرب المستمر كده زي ما انتم شايفين كده وعيبا فاضل لي كوبات الزيت ربع كيلو كده من الزيت ببدأ بقى ايه اللي انا بحطه واحدة واحدة زي ما انتم شايفين انا بتحط الزيت واحدة واحدة وحيبا فاضل لي يعني رشة الملح كده بحط رشة الملح وكده يبقى خلصت معايا الزبدة خلاص يعني زي ما انتم شايفين بتنزلي بالزيت واحدة واحدة مع الضرب يعني ممكن تقفلي الغطة بتاع شفشا الخلاط وتسيب الفتحة اللي فوق وتنزلي كده من الفتحة الصغيرة اللي فوق في الغطة الشفشا بتحط الزيت منها واحدة واحدة كده حبيبي بس انا طبعا انا شلت الغطة بتاع شفشا الخلاط عشان بس اورركم اورركم ايه بتاعها زي ما انتم شايفين ايه كده الزبدة خلصت باعايا خلاص كده بس ايه حيبقى فاضل لي حاجة واحدة اللي انا احط بقى ايه اخر حاجة حطيتها رشة الملح ايه زي ما انتم شايفين انا اديها ضربة بس وخلاص على كده ما تكتريش الملح ملح ده ملح طعامة يعني رشة كده ربع معلقة صغيرة كده من الملح مش اكتر من كده او نص معلقة مش اكتر من كده عشان ما تبقاش الزبدة حدق معاكي ياه عشان لو انت هتستخدميها في الحلويات فتبقى حلوة يعني ما تبقاش ملحة بعد كده بحطيت كده سويت الكيس كده في القلق اللي انا هصب فيه الزبدة وبعد كده بحط بقى ايه بصب خلص الزبدة بيبقى سايل كده زي ما انتم شايفينه بعد ما بحط الزبدة كده في القلق طبعا بنزل كده كل حاجة زبدة اللي هي بتبقى موجودة بنزلها باللزباتلة ما بخليش حاجة في الشفشة وبعد كده بتكون الزبدة ايه كده فاضل لها خطوة واحدة اللي انا اعملها هغطي الوش بتاع الزبدة بكيس وبعد كده عشان طبعا لما اجي ادخلها في الفريزة لحد الزبدة دي ما تتجمد ما تعمش طبق التلج فوق الوش فتخلي بالك برضو من الحاجات ديت هندخلها بقى هنغطيها هنغطي الوش بتاعها بكيس وبعد كده هندخل القلب ده هوت في الفريزة لحد الزبدة ديت ما تتجمد معايا تماما تبقى يعني تبقى جمد وبعد كده بعد كده بطلحها بقى ايه بالفريزة وحدة اللي انا قطعها كده بالسكينة عشان اواركوا برضو ايه شكلها وممكن تقطعيها بعد كده ممكن تقطعيها مكعبات وهي متجمدة وتشيليها تاني في الفريزة تاخذي المكعبات ديت وتحطيها في كيس وهي متجمدة وبعد كده بتحطيها في كيس وتدخلها الفريزة لما تيجي تاخذي منها بتاخذي مكعب بس هي ما ينفعش تتشال في التلجة من تحت ليه؟ لان هي لما بتطلع انا خدت الوقتي كان فيه حبة زبدة في الشفشة خدتهم في المقلية عشان طبع اواركوا بس ايه تجربة الزبدة اسياحها كده على البوتاجاز عشان اوارك اللي هي يعني مش بتعمل مرطة ولا حاجة بتسيح معاكي بتستخدميها اكنك بتستخدمي زبدة جايباها منبرا الزبدة دي ما ينفعش اللي هي تتحطي في التلجة تحفظيها في التلجة من تحت ليه؟ لان هي هتسيح معاكي ومش هتبقى شكلها شكل الالق يعني لو انت على حبة اللي انت تستخدميها تبقى زي خليط السمنة كده يعني فانت ممكن تحطيها في برطمان وتدخلها التلجة وتاخدي منها بالمعلقة ده كده استخدمها لو انت مش عايزات تبقى قالب يعني وتقطعيها عايزة اللي انت مسلا تخليها تشكليها على شكل قالب وتقطعيها مكعبات وتحتفظ يبقى في الفريزة فبتدخلها الفريزة وبعد ما تتجمد بتقطعيها مكعبات وبوقت تحطيها في كيس وتدخلها الفريزة تاني لما بتعوزي منها تاخدي مكعب او اتنين من الزبدة فبتاخدي الكمية اللي انت عايزها وبرضو بتخليها في الفريزة كده هي تجمدت معي هي تدخلتها الفريزة يعني شوية كده يعني حوالي سبتها حوالي ثلاث ساعات كده في الفريزة وبعد كده بطلحها وبتكون اتجمدت معي زي ما انتم شايفين طبعا ايه انا هوريكو بس ايه هقلب الزبدة هتطلحها كده واقلبها على القطاع كده زي ما انتم شايفين عشان احاول لانا اقطحها واوريكو ايه واوريكو شكل زبدة يبقى كده حبايبي عملت من ربع كيلو زبدة احاولتو لكيلو لكيلو زبدة زي ما انتم شايفين اه او كيلو وربع كمال يعني القلب ده هي بالبعاية عد كيلو كمال ده زي ما انتم شايفين الطريقة سهلة وبسيطة جدا بس طبعا لو انتي جمدت الزبدة خالص وخلتيها جمدة خالص فيفضل اللي انتي عشان تعرفي تقطعيها هتبعد ومتطلحها بالفريزة وصيبها بس عشر دقايق بس اللي هي يعني اه تفك حب صغيرين مش بتفكش كتير لان هي لو سبتها فكت خالص عتسيح تاني يعني لان هي مفهاش حاجة تمسكها جامد هو مفهاش اللي هو ربع كيلو زبدة فهي لو راجعت لحرارة المطبخ تاني حتبدأ اللي هي تسيح تاني زي ما كنت تدخلها فانتي يا دوبك بس تسيبيها تفك شوية صغيري عشان تعرفي اللي انتي تقطعيها زي ما تشايفين طبعا حبا اللي انت في الخطوة دي ممكن تقطعيها بقى مكعبات وبسرعة كده تكون اديك سريعة تدخلها في الفريزة تاني قبل ما تفك خالص في الحالة دي تعتقد بديها مكعبات كده زبدة متجمدة وبعد كده بتبديها اللي انت تستخدميها في وصفات الطبق او في وصفات الحلويات زي ما تشايفين بسروا بقى يعني بتقطع مكعبات يعني كل مكعب زي ده مثلا وديك تبا سريعة وتقطعيها على طول وتحطيها ويكون جنب الكيس وتحطيها وتدخلها في الفريزة في سعات او تفريديها على صنية الاول لا يعني تجيبي صنية كبيرة وتفريدي عليها كيس وبعد ما بتقطعي المكعبات دي حطي كل مكعب كده على الصنية وتدخلها في الفريزة لحد مكعبات دي ما تتجمد تماما خالص وبعد كده بتجمعيها تلميها وتجميعها بعد ما تكون تجمدت وتحطيها في كيس هيكون افضل برضا كده ايه حبيبي انا خدت المكعب كده من الزبدة وحطيته في البقلية عشان اولي لكم بس حاجة اللي هي مش بتعمل مرطة ولا حاجة يعني ممكن تلتي بعد سياحي الزبدة ممكن عايزة تقلي بيض فممكن تقلي اثنين بيضة او ثلاث بيضات زي ما انتم حابين ممكن تستخدميها مع الفول لتاخدي مكعب منه وتحطيها مع الفول ممكن تعملي منها بيت بالبسترمة فبيبقى حلو جدا بتعملي بيها اي حاجة بتستخدميها عادي خالص زي ما بتستخدمي الزبدة او السمنة بتستخدميها عادي زي ما انتم شايفين حبيبي احلى زبدة اعتقبليها ان شاء الله وبطريقة سهلة وبسيطة شكرا لحبيبي المشاهدة كان معكم حناني بو الرأي السلام عليكم